دلوقتي موجز الأخبار مع ليندا تفضلي ليندا شكرا شازلي التسعب بتوقيت القهرة السابع بتوقيت جرينتش موجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي عمقى وقوة العلاقات الثنائية التي تربط مصر ورواندا مشيدا بمستوى التنسيق بين البلدين في مختلف القضايا الثنائية جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي مع نظيره الرواندي بول كاجامي بقصر الاتحادية وفيما يتعلق بتطورات ملف سد النهضة جدد الرئيس السيسي التأكيد على أهمية التعاون المشترك بين كافة دول حوض النيل من منطلق الحرص على المصالح المشتركة وعدم الإضرار بأي دولة من دول الحوض مشنددا على رفض مصر لأي إجراءات أحدية من شأنها المساس بمقدرات الشعوب وعلى صعيد قضايا الأمن والتنمية في القارة الإفريقية بما في ذلك قضية تفشي الإرهاب استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية الناجحة في مجال مكافحة الإرهاب مشيرا إلى إنشاء مصر مركز الساحل والصحراء لمكافحة الإرهاب وجه رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي بتكثيف العمل في مشروع تطوير ساحة مسجد عمر بن العاص والالتزام بالتوقيتات الزمنية المحددة وذلك لأحداث التطوير المخطط تنفيذه بما يخدم رواد هذه المنطقة وتحقيق طفرة النوعية الملموسة باعتبار أن هذا الموقع هو المدخل الرئيسي لمشروع حضائق الفستات جاء ذلك خلال تفقده أعمال ترميم مسجد عمر بن العاص وتطوير ساحة والمنطقة المحيطة وخلال الجولة أكد مدبولي أن لهذا الموقع أهمية استراتيجية كبيرة لتوسطه بين منطقة مجمع الأديان ونظرا لما يحظى به هذا الصرح الكبير من مكانة تاريخية في نفوس المصريين مشددا على أن هناك توجيه من الرئيس عبد الفتاح السيسي بأن تتم مراعاة التصميم الحضاري للطابع المعماري العريق طلب الرئيس الأوكراني فلاديمي زيلنسكي الدولة الغربية بتقديم جزء صغير من عتادها العسكري الموجود في مغزوناته لبلاده وقال زيلنسكي إن ما يطلبه ليس من أجل حرية أوكرانيا فحسب ولكن من أجل حرية أوروبا مضيفا أن بلاده لا تحتاج إلى أكثر من 1% فقط من طائرات حلف شمال الأطلنطي ودباباته ولن تطلب المزيد قالت وزارة الخارجية الأمريكية إن الولايات المتحدة تعتزم تقديم مساعدة أمنية مدنية إضافية لأوكرانيا بقيمة 100 مليون دولار وذكر وزير الخارجية الأمريكي أنتني بلينكين في بيان أن المساعدة تستهدف بناء قدرات وزارة الشؤون الداخلية الأوكرانية بهدف المساعدة في أمن الحدود والحفاظ على وظائف إنفاذ القانون المدني وحماية البنية التحتية الحكومية الحيوية ذكرت وسائل أعلام رسمية صينية أن تواقم الإنقاذ عثرت اليوم الأحد على الصندوق الأسود الثاني لطائرة المنكوبة التي تحطمت على سفح جبل في جنوب الصين الأسبوع الماضي وكان مسؤولنا الصينيين قد أعلنوا في مؤتمر صحفي أمس أنه تم التأكد من وفاة جميع من كانوا على متن الطائرة وعددهم 132 شخصا بما فيهم أفراد الطاقم التسعة هذا ولا يزال سبب تحطم الطائرة غير معلوم ويعد تحطم الطائرة هو أسوأ كارثة جوية في البر الرئيسي للصين منذ عام 1994 أظهرت بيانات ماهد روبرت كوك للأمراض المعادية في ألمانيا تسجيل 111224 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة ليرتفع إجمالي الإصابات بالفيروس في ألمانيا إلى 20.256.278 حالة وأشرت البيانات إلى تسجيل 49 حالة وفاة جديدة بالفيروس لترتفع حصيلة الوفايات إلى 128.437 حالة نهاية موجزة التسعان أو الاستكمال باقي فقراء صباح خير يماصر بعد الفاصل تسجيل 49 حالة من السلر